اشتركوا في القناة صحة وسعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متنوعة في كل حلقة من حلقاتنا نبتديها دايما بفقرة التقضية فقرتنا اليوم فقرتنا اليوم شوية متميزة بنتكلم عن امور كثيرة امور ومناسبات امور لها خصب مناسبة قريبة ان شاء الله هاي المناسبة تسعد الجميع سواء صغير او كبير دايما نبتدي امور معظم الناس تبتدي تفكر في اشياء معينة لهذه المناسبة بخصوصها كيف ترتبها وكيف تسوي لها اشياء معينة اشياء تكون صحية اكثر من انها تكون امور ما اقولكم ما بصحية بس عادة عودنا عليها هاي المناسبة تفرح الصغير حتى قبر الكبير اللي هي مناسبة حق الليلة الحين الجميع قاعد يجهز حق هاي المناسبة صح عيسى جهزتوا شيء ولا بعدكم ما باقي باقي سبوعين ما بسبوعين يعني اكثر عن سبوعين بس الوقت سبحان الله فتحس كل حد سبحان الله يهتم بهالمناسبة بطريقة معينة الناس بدأت تفكر في اشياء صحية تدخلها في هاي المناسبة اكثر من الاشياء الثانية اللي تدخل نحن تعودنا بطرق معينة في هاي في هالاحتفالية او هاي المناسبة ان نرتب اكثر شيء تكون الحلويات المكسرات اعتمدنا يعني سبحان الله اي واحد يذكر يوم هو صغير كيف كان الترتيب لها الحين بتدوين ناس يفكرون اكثر بطرق ثانية بطرق تكون بديلة وتكون ما اقولكم امية بلمية صحية بس على الاقل فوايدها اكثر ما تضر لا بالصحة قد ما نقدر يعني نقولها او انها ما تعب يعني حتى معدة الطفل او انه اللي وياه في البيت لانه طول اسبوعي ممكن مم تعود يعتمد على الحلويات بكثرة في هذا اليوم يشوف هم كبير من الحلويات يعني كميات كبيرة من الحلويات تهل حتى لو هو ما راح للبيوت مثل ما تعودنا في هاي المناسبة في هاي المناسبة كل حد يروح سواء عند الجيران او عند الاهل المقربين بس توصل لين البيت وكل حد يتفنن فيها كل سنة تحسون ان فيها تفنن شي جميل جدا انه نحتفل بها المناسبات خاصة انها لها علاقة يمكن شوي بعاداتنا اكثر وحلو تنميتها يعني الواحد حتى ما ينسى ماضيه مثل ما نقول والحلو ان الاطفال يتريونها لن يحسون بالفرحة وقبله باكثر عن يوم التجهيزات في البيت وتجهيزات بطرق مختلفة يمكن اكثر الناس اللي يهتمون بالتجهيزات الامهات او الاخوات في البيت حتى الدوامات ابتدأ يكون فيها لاضفاء الفرحة خلال المناسبة هذه هالمناسبة يمكن تتم فترة العصر بس بس بعد لازم نركز على اشياء معينة في هاي المناسبة اشياء وايدة تتم الناس خلال هالفترة خاصة الناس المصابين اللي عندهم سكر او اللي عندهم ضغط او كولسترول يمكن يقول الواحد زي الصغارية صح في اطفال وايد بعد بيكون عندهم سكر خلال هالفترة يعني يعني يكون عندهم سكر قصدي بس خلال هالفترة شو المفروض الاهل يراعونه للطفل اللي عنده سكر بيشوف الجميع قاعدين ياكلون الجميع قاعدين يحتفلون فهالاشياء مهمة جدا نبتدي بالنسبة للحلويات طبعا الكل يبتدى يركز على الحلويات انه كيف يبرزها في هذا اليوم ما اقولكم يمكن فيها شوي منافسة استوات كل حد يبرز بطريقة تكون فيها تشجيع وانه الطفل ياخذها ويستانس عليها اكثر هالشي جدا جميل اضفاء السعادة يعني تحس السعادة عندك تعطي سعادة لناس حواليك يعني كفاية فرحة الطفل بها نركز على الحلويات اللي تكون قليلة الاصباق يعني تكون فيها اصباق قد ما نقدر تكون قليلة حتى لو انا بنلف الحلاوة يعني معظم الناس تلف الحلويات بطريقة معينة نركز الكيسة او البوكس اللي تلفوه في الحلاوة ما يكون فيه حلويات كثيرة يعني نحط هنتين نحط لطف اللعبة او نحط وحدة ونحط لطفل لعبة بهالطريقة قللنا ما فقد الطفل ان يستانس بفرحة الحلاويات في هالفترة بس بنفس الوقت حطيت لي شي ثاني يعني بدال ما اترس البوكس او الكيسة حلويات حطيت له فرضا شوكولت او حلاوة معينة وحطيت له لعبة ثانية بهالطريقة بيستانس الطفل وفي نفس الوقت بيستانس انه ما فقد حلاوة هاي المناسبة اللي هي مرتبطة بالحلاويات ثاني شي نركز على الحلاويات اللي ما تحتوي وايد على المنكهات والالوان الكثيرة هالاشيا كلها بعد ما نقول زيادتها تأثر على الجسم بطريقة سلبية خاصة للاطفال بالنسبة الحفظ الحلاويات خلالها الفترة في اماكن تكون باردة او صالح بدال ما تذوب وترجع مرة ثانية يعني حتى هالشي ما بصحي للطفل نفسه او للكبار بعد نفس الشي فالراعي درجة حرارة المكان اللي قاعد انا اخزن فيه سواء الحلويات بالنسبة في ناس تفضل تحط عصاير اراعي انها تكون في درجة حرارة مناسبة للعصير نفسه اقلل الاشياء الثانية مثل الشيبس او الاشياء اللي تحتوي على مواد صبق او مواد املاح كثيرة استبدلها باشياء ثانية مثل المكسرات او الفواكه احين عنا الخضارة اللي مثل الشيبس الخضارة المجففة طعامها حلو مثل الشيبس وثاني شي فوايدها بتكون اكثر حتى سعراتها تكون اقل والاملاح اللي فيها تنظاف وهي تكون ملونة على لون الخضارة يعني ما فيها الوان يعني بس اللي يشوف ها يشوف ها ملونة لانا الوان الخضارة متشكلة البنجر احمر على المرون الغامج الكوسة اخضر فيعطي اشكال متنوعة بالنسبة للمكسرات اذا نحن بنعطي المكسرات طبعا لها فوايدها وكلنا عارفين الركز انها تكون مكسرات غير مملحة قد ما نقدر تكون محمصة شوي عشان تعطي طعام حلو وفي نفس الوقت ما تفقد قيمتها القذائية والراعي الاطفال بحيث ما نحط لهم مكسرات بحيث يعني على سن الطفل عساس نقيه من انه يشرق منها او يشتوي لأي مضاعفات منها والراعي بعد الناس اللي عندهم تحسس من ناحية المكسرات او مكسرات معينة او شي معين بالنسبة للطفل اللي عند السكر طبعا طبعا هالطفل يشوف الجميع قاعدين مستنسين كل واحد يشوف حلويات كم كثرها قاموا يتنافسون حتى بعدد الحلويات الاطفال اللي تكون موجودة فالراعي من ناحية تشيك السكر ومن ناحية الانسولين اللي ياخذ الطفل خلال هالفترة تدقيفه حتى طبييا تدقيفه طبييا يعني ان هالشي اوكي انقسمه بدلا ما ياكل كل الحلويات اليوم براية بتكون فترة طويلة ها جزء من الاقناع يعني اليوم بتاكل جزء بسيط باتر بتاكل جزء ابسط يعني بهالطريقة عساس يعني خلال هاليوم ما يكون فيه ارتفاع كبير في نسبة السكر عند خاصة الاطفال اللي عندهم السكر لان معظمهم اكيد يبقي يشارك الفرحة ويا ربعة ويا اخوان في البيت هذه نقاط بسيطة موجودة نقدر بعد انضيف الفواكه المجففة عندنا وايد اشياء في الفواكه المجففة الحين ابتدت كل انواع الفواكه توصلنا مجففة نقدر نستبدل جزء منها بدان الحلويات طعامها حلو ولونها حلو ولونها يكون طبيعي ما بضيوف لأي اضافات ثانوية فتعطي يعطي طعام يعطي شكل دخلنا على الاقل عنصر من اناصر القذاء الصحية في الاحتفالية او المناسبة هذه ما ربطناها بس ان حلويات بدون حلويات ما تمشي لا حطينا الحلويات وحطينا اضافة لها بس قللناها لنسب معينة وينعادي ان شاء الله عليكم ما باقي شي خلال 17 او 18 يوم ان شاء الله هي مناسبة الكل يترياها والناس بتدت تحضر لها من الحين سبحان الله تعطي طابع الفرحة لان يمكن نتعودنا عليها من يوم صغار ورابطينها بفرح وحتى سبحان الله الجميع تحس يترياها يحضر لها ويكونوا فرحان في هذا اليوم فيها اعزاء المتسمعين طالعين فاصل ان شاء الله وردي لكم في موضوع بعد مهم يفيدكم صحة وسعادة مستمعين العزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة نذكركم برقامة تواصل ويانا 6-0-5-5-1-4-1-4 وعلى الرسائل النصية 4-0-6 حياكم الله ويانا مداخلاتكم استفساراتكم وحتى اسئلتكم حياكم الله فيها اي وقت فقراتنا ثانية تخص فئة من المجتمع من اهم فئات المجتمع صراحة فئة دائما نذكرها انها هي البركات المجتمع عندنا اللي هي فئة كبار المواطني بنتكلم اليوم عن مركز سعادة كبار المواطنين التابع الهيئة الصحة بدبي اللي يعتبر نموذج يحتذا به لرعاية المسنين كما اوجد المركز قاموسه الخاص للتعامل معها الفئة العزيزة على المجتمع التي سخر المركز كل شيء من اجلها ومن اجل احاطتها بسبل العناية الفائقة للمستوى سواء الطبية الاجتماعية وحتى الترفيهية اللي تتناسب مع ظروفها العمرية والصحية للحديث عن المركز امكانيات اللي سخرها لخدمة كبار المواطني وخدماته التي يوفرها لإسعادهم وتحقيق رضاهم يصرنا اليوم تكونوا يانا الدكتورة سلوى السويدي مدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحابة دبي صبحت الله بالخير دكتورة شرح نور أهلا على الدكتورة دكتورة بخصوص موضوعنا اليوم اللي هو كبار المواطنين نحن عارفين أن مركز سعادة كبار المواطنين من المراكز المميزة عندنا في إمارة دبي يقدم خدمات يعني مثل الأولى من نوعها مثل ما نقول أو خدمات مميزة لهذا السن ممكن تحدثينا عن الخدمات اللي يقدمها هذا المركز لكبار المواطنين طبعا المركز مو بس فكرة الخدمات المتميزة المركز متميز في فكرة أنه يحتوي كبار المواطنين يعني بمعنى احنا ما يهمنا أن المسنئين مثلا مرة واحدة ويسوي علاج طبيعي ويروح احنا دايما نحاول أن نروج أو نسوي ماركتينج لفكرة أن هذا المركز هو عبارة عن مركز رعاية نهاري يعني المسن أو كبار المواطنين يلقون في هذا المركز كل الأشياء اللي هم يحتاجونها طبعا الخدمات هي عبارة عن خدمات الطبية من قبل أطباء متخصصين في طب المسنين الشيخوخة خدمات رعاية تمريضية من قبل طاقم تمريضي متخصص وذو خبرة طبعا عالية التعامل مع كبار المواطنين خدمات إعادة تأهيل للعلاج الطبيعي والعلاج المهني خدمات رعاية اجتماعية ونفسية ودعم نفسي واجتماعي وخدمات ترفيهية وأنستة وفعاليات هذه الخدمات متوفرة لكل نزلاء المركز المقيمين فيه أو اللهم المرضى الداخليين المنومين في المركز أو حتى المراجعين الخارجيين اللي يحضرون من بيوتهم يكونوا عايشين مع أهاليهم ويحضرون فترة النهار لتلقي نفس الخدمات اللي يتلقاها المرضى الداخليين ممتاز الفكرة أننا نحاول أسلوب رعايتنا مختلف ليش؟ لأننا نحاول أننا نحتوي كبار المواطنين في هذا المركز نحاول على قد ما نقدر أننا نوصر كل الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة لكبار المواطنين تحت تقف واحد في هذا المركز حتى لو كانت مرات هذه الخدمات مثلاً أحنا ما نقدر نقدر نقدمها لكن رغم هذا ولا مرة نواجه كبار المواطنين بالرفض بالعكس حتى لو خدمها نحن ما نقدر نحن نوفرها نتواصل مع جهاز ثانية ونحاول نحن نوفر هذا الشيء اللي مخلي المركز متميز وفي ثقة لدى كبار المواطنين في المركز ما شاء الله دكتورة شيء مميز هالشيء وهذا الشيء يخلاني أفخر البارحة يعني اتصال من اليابان ما شاء الله من مدير دار رعايت مسنين في اليابان كان متوي سيرج وسامعاً مركزنا وكان حاب أنه يرتب معا أنه يبستافة وموظفينا يزورون مركزنا عشان يشوفون تجربة دبي في مجارع كبار المواطنين وهذا الشيء خلاني جداً سعيدة لأن اليابان معروفة أنها دولة فيها أعلى معدلات الأعمار في العالم جداً متطورين في خدمات المقدمة لكبار السن عندهم فكرة أنهم يكونون مهتمين أنهم يزورون مركزنا هذا الشيء فخر بصراحة لنا ولهيئة الصحة صح أكيد يعني شيء يعني فخر ويبرز التمييز ليس بس في الإمارات نفسها عالمياً يعني يبرز التمييز خاصة في خدمة ألفئة من المجتمع دكتورة بخصوص نفس الموضوع هو الرضا يعني هاي حالة الرضا لدى كبار السن اللي تنقاس يمكن دورياً أنه فهذا هو اللي برز وبنفس الوقت عكس هاي الخدمة بما أنه رضاهم عالي فأن أكست الخدمة حتى عالمياً دكتورة شو الجديد في هالشأن بخصوص مؤشرات تقييم خدمات المركز مؤشرات السعادة حالة الرضا الحمد لله أنا دائماً أقول حالة الرضا لدى كبار المواطنين عن خدمات المركز هي مكافأة لنا لشغلنا طول السنة معهم حرفت الحمد لله لما تهينا نتيجة رضا المتعاملين أمية بالمية في سنتين على التوالي هذا بصراحة يعني أكبر المكافأة نحصلها إحنا كموظفين وهذه ما يتمن فراغ أنا لما أقول لك كل الموظفين المركز يعني بكافة التخصصاتهم الكل يعمل على إرداء كبار المواطنين ما في موظف يقول أنا هذا مش شغلي أو أن هذا مش موجود في الوصف الوظيفي مالي أو هاي شغلة ما أقدر أسويها أنا لو أقول لك الشغلات اللي إحنا نسويها لكبار المواطنين من دافع الحب ومن دافع يعني شعورنا أن هذه الأباءنا وأمهاتنا توصل لدرجة حتى أن مثلا مسنة لما سيارتها تخترب موظفين المركز يساعدونها ويدون سيارتها القراج ويصلحونها يعني في مسنة تقول لنا أنتوا كموظفين في المركز أنا يمكن أشوفكم يعني أبر من عيالي صحي فحالة الرضا الحمد لله مثل ما قلت لك انعكاس لشغلنا معهم طول السنة الجديد في موضوع الرضا هو موضوع السعادة اللي هو اللياي من دبي الذكية وهي جهة يعني متخصصة ومحايدة الحمد لله موضوع الرضا أو الموضوع السعادة سوري وصل 98% ماشا الله 98% وهذه نسبة جداً عالية وهذه نسبة تقارن مركزنا مع كل مراكل حكومة دبي وهذه يعني شيء بتراحة فعلا نبخر فيه ونعمل للأمية بالأمية طبعاً ومثل ما قلت هذا انعكاس لبيئة العمل انعكاس لعمل الطاقم كامل اللي موجود بعد في المركز فهذا شيء أكبر يعني مثل ما نقولها أكبر هدية للطاقم العمل المكافئة صحيح يعكس تماماً أنه رضا أنا عملت ها شيء وأنا عملت لخاطر أو لكبار السن وها صراحة شيء كبير بالضبط وبعدين هذا شيء يخلينا دائماً مستنسين وإحنا نشتغل معهم تعرفين يعني هذا شيء دائماً نقولون السعادة شيء معدي لما نشوف هم سعودين ومرتاحين وقيمون مركزنا أنه رقم واحد هذا شيء يخلينا دائماً مسؤولين نحنا نقدم أفضل ما نقدر لكبار المواضعين الحمد لله والي هم الخير والبركة صراح هم الخير والبركة دكتورة بما أنت طريته موضوع وقص أن مرة يعني شكلها العلاقة بين الطاقم العمل والمرتادين المركز اللي هم كبار المواطنين علاقة كبيرة يعني ما بأنا علاقة يعني بس باخذ الخدمة اللي أنا عندي وبروح تحسيبها علاقة كبيرة فهاي يعكس المناخ اللي موجود في المركز عندكم فممكن تحثين أكثر عن بيئة مناخ التعايش داخل المركز شوفي المركز جداً إيجابي أنا حتى قبل أسبوع موضص منها يأتي الصحة فأول مرة يزورنا فيقول لي دكتورة الجو جداً إيجابي أنا كان فيه الإيجابية من بره المركز فشوفي كبار المواطنين سواء كانوا المراجعين الداخليين أو المراجعين المنومين عندنا أو المراجعين الخارجين هم نفس المرضى اللي يولنا والحمد لله أعدادهم قاعد زيد صارت فيه بينهم صداقة صاروا يعرفون بعض إحنا كأطباء متخصصين في طب المنسنين أنا كطبيبة المفروض أن أعرف الحالة مش بس الحالة الجسدية والمشكلة اللي يشتكي منها المريض لأنا المفروض أن أعرف حالة النفسية غروف الأسرية حالة الاجتماعية هالأمور كلها نعرفها لما هم يعرفون إن مع مريض صح إحنا علمونا في كلية الطب أن أنت لما تطير الطبيب لازم يكون فيه شوية حاجز بينك وبين المريض لا تكون وائد قريب من المريض ولا تخلي المريض وائد قريب منك هاي الشغلة أنا في مركز سعادة كبار المواطنين مستحيل أنا أطبقها وما أقدر أطبقها أصلا لأن كل كبار المواطنين أنا عارفة ظروفهم هم يعرفون يعرفون عيالي بالأسام يعرفون وائد أشياء عني وأنا عارف وائد أشياء عنهم فصار الموضوع وهذا مش بس ينطبق علي ينطبق على كافة المواطفين فصار الموضوع موضوع أنهم يحبون المركز ويحبوننا ويحبون ربيعهم في المركز ويحبون الجو وما للمركز وصاروا يعني ما يقدرون يستغنون عن المركز لدرجة أن أنا عندي بعض كبار المواطنين مراجعين خارجيين للمركز من تاريخ في تاح المركز من ثلاثة ألف عمية وثلاثة وتسعين يعني هذا المستن اللي ينه بشكل يومي حتى إذا كان تعبان وحتى إذا انتكفت حالته يخف ويرجع يكمل علاج المركز معانا هذا يدل على أنه عنده ثقة كبيرة في المكان وما كان باختصار لو ما كانوا يحبون المكان ما بيهم صح وهذا أكبر دليل على بيئة ومناخ المركز الداخلي يعني زيادة عدد المتعاملين اللي موجودين وحتى يرجع لك مرة ثاني حتى لو انتقل لمكان ثاني يعني بعده حابب المكان نفسه دكتورة نحن عارفين بما أنه أنت عندكم في حد يكون موجود عندكم في المركز وحد خارج المركز ويكون بس في الفترة الصباحية بالنسبة للأهل اللي بالبيت أو المرافقين وياهم عندكم أساليب معينة أو طرق معينة لتدريبهم طبعا احنا دايما بشكل مستمر يعني نشوف كبار المواطنين مع مثلا خادم دريول أي شخص يكون مع كبار المواطنين نحاول نحن نعلم الأساليب الصح للتعامل معه مؤخرا حابنا نحن نسوي الموضوع بشكل رسمي أكتر فسوينا برنامج تدريبي يختص برعاة كبار المواطنين أي نوع من الرعاة خادم مساعد منزلي الأهل الدريول أي حد ممكن يحضر هذا الكورس معنا ورح يكون بشكل أسبوعي كل مرة نختار موضوع معين نعلمهم عليه مثلا أساليب الرعاية التمريضية الأساسية كيف يكون مثلا مؤشرات الحيوية كيف يكون الضغط والسكر كيف يعتون أبر الإنسلين داعدين نحاول أن نحن نخلي الكواليتي أو طبيعة المقدمة بشكل أفضل وتحت إشرافنا لأن في النهاية مصلحة كبار المواطنين هي اللي تهمنا أكيد أي يوم دكتورة يكون التدريب؟ تولى بادين نبتدينا الأسبوع اللي فات ومثلا اللي فات على الأسبوع اللي يارح تخطئ كان أول كورس أخذنا حتى رأيهم هم وعطونا بعض المواضيع اللي هم حابين أن نحن نناقش معاهم وإن شاء الله على الأسبوع اللي يارح يكون في كورس ثاني إن شاء الله إن شاء الله دكتورة دكتورة أحينا يعيننا رمضان طبعا وفرحة كبار المواطنين وحتى احتفالهم برمضان له طابع خاص ومميز طبعا شو أنشطاتكم إن شاء الله خلال الشهر الكريم؟ طبعا شهر رمضان إحنا صال لنا يمكن هذه رح تكون خامس سنة على التوالي دائما في شهر رمضان نحاول لن نحن أن نحيي الفترة اللي هي نوعا ما هي أحلى فترة في رمضان اللي هي ما بعد التراويح يعني قبل خمس سنوات قبل ما نبتدي موضوع الفعاليات الرمضان كنا خلاص مرضان الخارجيين أيون فترة الصباح وبعضهم مايون لأنه يكون أو تخفيهيتهم لأنهم يكونوا صايمين والمراجعين الداخليين تلقينهم بعد الفطور خلاص متمللين لأنه ما في حد في المركز صح الفترة أطوى كانت إن احنا نبغي انيب المراجعين الخارجيين بدون ما يتلسون الصبح يلسون مع المراجعين الداخلين فترة المسا بعد التراويح لاحظنا إقبال كبير من الناس على هذا النشاط أو الأكتيفتي نسوي لهم محضرات دينية بتعاون مع دارة شؤون الإتلامية والعمل الخيري ما يقصرون بشكل يومي يطرشون المشايخ يعطون محضرات دينية نسوي العديد من الإختارات الجماعية في العديد من الزيارات سواء كانت من مؤسسات حكومية أو جهات خاصة ومجموعات تطوعية أو حتى أفراد متطوعين نحاول على قد ما نقدر أن هذا الشهر يكون شهر متميز وفيه روحانية الشهر الكريم بوجود كبار السن إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة سلوى على هالمجهود اللي بارز وواضح من عند الجنة الحمد لله كل التوفيق نتمنى لكم دكتورة سلوى السويدي مدير مركز سعادة كبار المواطني في هيئة الصحابة دبي شكرا لك دكتورة شكرا لكم سلام عليكم مستمعين العزاء طالعين فاصل إن شاء الله وردي لكم صحة وسعادة مستمعين العزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة نذكركم برغامة التواصل ويانا 600-551414 على رسائل النصية 4006 موضوعنا الحين موضوع شيق صراحة فعالية من البارحة بتدت الحمد لله اللي هي الألعاب الحكومية والمنافسة في الألعاب الحكومية طبعا فريق الهيئة الحمد لله من أحد المشاركين في هذه الألعاب الحكومية وتواصل هيئة الصحابة دبي كذلك منافستها في الألعاب الحكومية التي تعد أول بطولة حكومية تهدف إلى تحفيز تعاون وروح الفريق بين موظفي الحكومة وأطلق هذه البطولة عام 2018 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وهي تهدف إلى تعزيز دور الرياضة في دبي في الوقت نفسه تمثل هالمنافسات فرصة مهمة لهيئة الصحة في دبي لتعزيز توجهاتها الرامية لمستقبل صحة أفضل وجودة للحياة كما تمثل فرصة أخرى لموظفينها اللي يشاركون في هالألعاب تعبيرا منهم وتأكيدا على أهمية الرياضة واتباع أنماط الحياة الصحية والسليمة وللحديث عن مواصلة الهيئة المنافسة في هذه المسابقة المهمة والتوقعات الخاصة بمنافسات اليوم يسعدنا أن يكون اليوم ويانا لأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية وبرامج المجتمع في هيئة الصحة في دبي صبحك الله بالخير أستاذ حمزة يا هلا أصبح النور يا مرحبتين أستاذ حمزة الحمد لله بدأت الألعاب الحكومية والمنافسة بعدها مستمرة البارحة كان فريق السيدات واليوم إن شاء الله بيبتدي فريق الرجال إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق ممكن تحدثنا أكثر بخصوص الفرق وبخصوص المشاركة في هذه الألعاب أولا شكرا على المقابلة نبتدي نقول في البداية شكرا لشيخ حمدان بن محمد على رفع موازنة أو مكافأة البطولة من مليونين إلى ثلاث ملايين ما شاء الله لحصول المركز الأول والثاني والثالث سيعطونهم المكافأات وهذا تحفيز وتشجيع للفرق المشاركة في هذه البطولة ونقول شكرا طويل عمر الحمد لله الموضوع الثاني نحن برحب دينا فريق السيدات أنا حبيت أشكر فريق السيدات هيئة الصحة على مجهود اللي بدلوم وخروجهم بجزء من الثانية مع سياحة دبي وكل الفرق بدلوم مجهود برحب في البطولة ما قصروا جميع الفرق بس فريق F3 فارق عن جميع الفرق السيدات اللي هو فريق الشيخ حمدان فريق على مستوى عالي يعني وبالتالي هناك فروقات في بعض الفرق في جميع العبات وكل فرق عندنا نروح رياضية خروجنا يكون مشرف كان بنات مثلاً مجهود كبير 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 بحر في البطولة رغم هذه البطولة مبسحة لسراحة بالألعاب اللي شفنا هنا على أرض الواقع غير اللي نحن نسمعها اللي يشوف غير اللي يسمع أكيد خاصة لي يمارسها بعد أو يمارس الرياضة في حس فرق ألعاب صعبة صعبة جداً خاصة هذا الألعاب أنا أفكر المستوى مستوى محترفين الناس يكونوا محترفين شغلتهم أو لعبتهم يمارسون هاي النشاط الرياضي في البطولات وبالتالي البطولة واي صعبة بالنسبة لموظفين جميعاً يعني ما أقولوا هي تصحة بس برافو عليهم صراحة جميع الموظفات والنعم فيهم تحدي جميل صراحة منهم تحدي جميل وصراحة خلال التدريبات ما قصرتوا وهم ما قصروا خلال التدريبات اللي طافت فها يفتح لهم حتى مجال أكثر وتحدي أكثر للسنة اللي ياي إن شاء الله أكيد لأن جميع الفرق مستعدة من شهور يعني في بعض الفرق من شهور في فرق دوائر من سنة مستعدين على عشان هالبطولة مشاركتهم في بطولات الأخرى على هامش بطولة ألعاب الحكومية في إسبارتن طول السنة فيه مسابقات تقريباً على نفس شكلة ألعاب الحكومية نشارك ونحن نشارك دوائر ثاني نشارك كل استعداد لهالألعاب الحكومية وبالتالي مستويات كانت ممتازة صراحة ممتاز وهي الحلو فيها أنا ما تخدم بس الشي الرياضي يعني حتى تكنيكات اللعبة الرياضية هاللعبة فيها نوع تكنيك كفريق عملي أيوة كفريق كهدف فريق الفريق اللي موجود لاجم عنده تكنيك يعني مو فردي أنا بروحي يعني لا بالعكس لاجم يكون كفريق كمجموعة عندهم تكنيك كيف يعدون هاي المرحلة يعني تحس الهدف منها مو بس فقط الرياضة أو نمط الصحة حتى كيف نشتقل كيف نفكر نفكر كمجموعة في هذه المشكلة في هذه المشكلة مع ضلل جدامنا كيف نفكرها حلو ونطلع من هالموضوع يعني دخلنا العقل أو التفكير حتى مع الرياضة أو اللياقة والشي صراحة جدا جميل لا لا فكرة جميلة عموما فكرة ألعاب الحكومية فكرة جميلة صراحة والبارحة صراحة الفريق ما قصروا ما شاء الله عليهم لا فريق ما قصروا صراحة وإن شاء الله التحديات الياية أكثر وأكثر إن شاء الله والتفوق يكون إن شاء الله في التحدي الياية هذا بالنسبة لفريق السيدات اللي بارحة نقول له مشكلة ما قلنا مشكورين اليوم عنا فريق شباب إن شاء الله ساعة أربعة بعد يكونون على هبة الاستعداد للشباب بيكون الألعاب أقوى من الأمس يعني البنات شوية يخفضون عليهم بس اليوم بيكون أشياج يديدة بيحطونهم هو أقوى يعني لأن فرق رجاله هذا بيكون تنافس كبير اليوم إن شاء الله إن شاء الله ونحن فريقنا إن شاء الله مستعدين الشباب الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله خلال المنافسة اليوم اللي بتكون في الألعاب الحكومية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أستاذ حمزة ممكن تعطينا فكرة عن التدريبات اللي كنتوا تدربونها الموظفين خلال الفترة اللي طافت نحن والله في هيئة الصحة كنا مشاركين فريقنا لمدة شهرين كانوا يدربون في الأسبوع ثلاث مرات في مراكز التدريب ثلاث مراكز كنا نختارين ليش اختارنا ثلاث مراكز لأن كل مركز في نوع من الأجهزة الموجودة في السباق الرئيسي يعني نحن نحن عنا وبالتالي ثلاث مراكز كانوا أجهزة متكاملة وطبع أنت في النهاية الألعاب يحطون أنت تتصورين شو بيكون جدامج يعني أنت تتخيلين يعني هذه اللعبة ممكن يكون موجودة في الألعاب الحكومية وفعلا بعض الألعاب موجودة بس بطريقة ثانية بطريقة مختلفة غير عن الموجوع في المراكز وهذا ما بطبق الأصل لأنهم في المكتب التنفيذي يختارون ألعاب عالمية ويحطونها يقولون هاي اللعبة زينا هاي اللعبة تماشية يكون هناك تنسيق بين جميع الألعاب وارتفع القوة ترتفع بارتفاع المحطة يهم تسع محطات بنات بارحة كل محطة أقوى من المحطة الليلانية يعني أنت ممكن ديشي أول محطة سهلة صعوبة للنهاية لين آخر فقرة المحطة الرقم تسعة لأن السنة الماضية كانوا بنات ست محطات اللي عرفت يقولون أن الدوائر طلبوا ليش نكون نفس الشباب يعني تسع محطات مثلهم ما معنا نحن ست قالوا بنحطي لهم تسعة تسعة في تسعة والشباب إن شاء الله اليوم بيكونون نفس الفكرة بيكون تسع محطات بس طريقة اللعبة تكون مختلفة في بعض اللعبات بيغيرونهم بيحطون الأقوى أصعب للشباب شوي يعني أستاذ حمزة أنتو ما اعتمدتوا كثير على بس التدريبات اللي هي في النوادي أو التدريبات الخاصة أنتو دخلتوا الموظفين في تحديات ثانية خلال فترة التدريب ممكن تحدثنا أكثر عن التحديات التي دخلتوها؟ الفعاليات نسويها طول السنة نشارك جميع فعاليات يسوينا مجلس دبي الرياضي أو الشركات خارج مجلس دبي الرياضي بالتنسيب مجلس دبي الرياضي كلها فعاليات نشارك في سبارتنج مليحة سبارتنج مرموم في حتى شاركنا في ناس نشارك يعني طول السنة نحن نشارك عالين وبالتالي هم يكونوا جاهزين ناحية لياقية جاهزين بس يبقى بعض لنصل لمرحلة الألعاب الحكومية يكون شوي تركيز أكثر على التكنيكات المعينة وفي الألعاب طول السنة اللي نسوي في الخطة نشارك وايدين يعني أي حد يريد يشارك نشارك من الموظفين هنا نحن متقيدين بسبعة بسبع لاعبين الخمسة يلعبون وثنين احتياط هذه احتياطة أنت في حد أنه في الياقية زين وحد في فكر زين حد في قوة عنده كابتن فريق هو اللي يغير أثناء اللعب صح أنا حتى الرياضي نفسه بتحسن تركيز على رياضة معينة يحب الرياضات كلها بس يركز على رياضة معينة يهتم فيها أكثر ويطور نفسه فيها أكثر فهذا ينعكس على أي رياضي موجود فرئيس الفريق أو قائد الفريق له دور كبير طبعا فيه في اختيار اللعب الممثلة في هذه المحطة يعني المحطة غطس فيه محطة حمل أثقال فيه يعني ممكن أنا ما نفع اللي هو أقوى مني ينفع أكثر أكثر أنا أكون احتياط هو اللي يكون أساسي عني هو يكون موجود فيه أكثر كتيم بفريق كامل أستاذ حمزة آخر تحدي دخلته هو اللي كان لسبارتن صح ممكن تحدثنا أكثر عنه كان آخر تحدي دخلوا الجماعة يقول للسيدات دخلوا تحدي عجمان الأوليين تحدي الأوليين يسمونه دخلوهم البنات الشباب لم يدخلوا الشباب كانوا داخلين مليحة والمرموم آخر تحدي كان عندهم وبنات شاركوا في مرموم ومليحة بعد بس الأوليين نتكلم عن البنات قبل بنات يوم كان قبل السبوعين في عجمان ممكن تحدثنا أكثر عنه كان شبيه لهذا التحدي الموجود بس بالطريقة الثانية مسونا في عيمانهم مساميني تحدي الأوليين ما نلو الأجزاء أشياء الأولية وهذا التحدي واسوالف كان عندهم شاركوا البنات بس كانوا أسهل من هذا التحدي وكان نفس فكرة سبارتين نفس فكرة نفس الشيء وطول فترة طول فترة كم كانت الفترة يعني طول فترة لأنه يوم هو يوم واحد يوم واحد سباق هذه سبارتين كل يوم واحد يكون حوالي ساعتين متى ما تخلصين أنت خلصتين خلص الواحد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة خلصين لأن المسافة في خمس كيلو في عشرة كيلو في أربعين كيلو حسب المسافات يسوونهم وأنت تختارين أي مساحة أي كيلو كم تبين خمس كيلو تبين وعشرة نحن عوماً بلنات سنكون في خمسة وعشرة ممتاز تقريباً وبالنسبة للشباب شباب ريحناهم شوي قبل فترة عشان يستعدون لأدعاب الحكومية إن شاء الله اليوم بس كان آخر سباق لهم كان في مليحة ومرموم مرموم كان قوي ممكن تحدثنا أكثر عنه اللي في المرموم أو طبيعة كيف كان كان في الصحراء مرموم كان في تسلقات تقريباً شكل الألعاب الحكومية في نفس المستوى تقريباً شاركوا في عشرة كيلو شباب كان الحمد لله بحوالي ساعة ساعة وربعة خلصوا في ممتاز كان كسباق فقط ولا نفس نمط الألعاب الحكومية هناك شوية تحديات معينة كل تحدي كل تحدي سبارتن كل تحدي لأننا مشاركين وياك جهات ثانية المؤسسات الحكومية وجهات خارجية مشاركين حتى من برع من دول خليجيون يشاركون هذا أن يكون فيه تحدي كبير في النهاية هناك نتيبين رقم رقم الوقت اللي تخلصين فيه في حد يخلص أسرع منك ويعتمد على الشخص نفسه لكن هنا يعتمد على المجموعة الفريق اللي وياك فيه هناك ممكن نشاركنا بخمسين ستين واحد ما عندي مشكلة بس هذا فريق معين هذا سبع تنفار بس هم أشخاص كفريق يشاركون فيه أستاذ حمزة أنتو تم اختيار الفريق بشروط معينة أو بكريتيريا معينة لاختيار الفريق اللي بيشارك نحن والله في البداية كنا ومنزلنا أعلان وهذا في الأخوات في دكتورة مهناز هي اللي تمارس النشاط وفي بنات غير هي اللي كونت الفريق بكل صراحة يعني هي دكتورة مهناز هي اللي كونت فريق البنات وبالتالي معظم ما تشوفين من دارة أسنان صح وفي دارة أسنان في خوات فاطمة سجواني فواغي يشاركون في بطولات تسلق الجبال أي ماشاء الله يروحون روسيا وامريكا مشاركين يعني حتى نحافظ عام زايد طرشنا فاطمة وخواغي لبلاروسيا يشاركوا باسم الهيئة أخذوا علم الدولة وأخذوا صورة شخ زايد هناك رفو على جبال بلاروسيا وكان يعني مجموعة موجودة كله أغلبية من إدارة الأسنان وفيها الحين دخلنا بنات ثانيات يبقى حين ما شاء الله في الهيئة كله يشارك صح زادوا الطلب على المشاركة يعني إلا أن عرفوا طبيعته عرفوا التدريبات عرفوا حتى فايدة هذا الشيء وما بس أنا أمارس رياضة وخلاص مجهود عظالي لا أشياء كيف يرى موجودة حتى برحك أن هناك موجودات بنات بعد شجعون صديقاتهم بعد لا يعني تحس الجميع حتى لي ما متواجد أنا كنت على دوام المساة بس كان يعني تواجدي على بعد الدوام خلال السوشيال ميديا يعني التتبع الأخبار أول بو لا لا ما كان يشجعه ويحفز واحد يكون موجود فيه وهذا وحتى في المشاركة يعني صح تعب بس عقوة ما تخلصين تحسين بالراحة يعني شويته شيء هي هذا أهم شيء يعني تسألك بذلت شيء مجهود وحتى ما بتطلع منه كتسبت الخبرة كتسبت الخبرة كتسبت الخبرة مع الأيام أستاذ حمزة اللي يحب يشارك في مثل هذه البطولات أو ينضم للفريق شو الأشياء اللي يقدمها أو شو الأشياء أو كيف التواصلوا ياكم أولا نحن أولا شيء عنا موقع اسمه سبورت في الدائرة يرسلون عن طريقه ونحن نحن بنزل علان إن شاء الله عقوب هذا بفترة اللي يحب يشارك في ألعاب الحكومية يسجل اسمه وبنسوي لي تجارب في ألعاب سبارتين اللي جاي في فعاليات بنشاركوا لأن صراحة يعني يعكس وابتدأ الأشخاص كلهم أو الموظفين يبدأوا يعرفون يعني طريقة تعرف يعني أن تغيير نمط حياة معين ممارسة الرياضة وممارسة بس تشكل مخك مع مجهودك الجسدي بعد في نفس الوقت بضعف لأن الصحة والرياضة مرتبطين ببعض ونحن في الهياء الحمد لله يعني معالي حميد بروح الرياضي الحمد لله وبالتالي يشجع الرياضيين وهذه البنات اللي شاركوا في العاب واللي طلع الرياضة في هيئة الصحة واسمها إدارة العلام اللي عندنا الأخوان محمود والجماعة اللي موجودين ما شاء الله ما قصره في دعم اللجنة الرياضية وبالتالي الحمد لله في دعايا لللجنة والمسابقات والفعاليات اللي ينسويه وبالتالي كله يحب يشاركها أكيد أبرزها على الشيء الأعلام أبرزها أكثر أعلام ما في كلام أبرز أي نشاط أي شيء الحمد لله أستاذ حمزة كلمة أخيرة توجهها المستمعين الكرام خلال برنامج كلمة أخيرة أقول شكرا لبنات الهيئة على ما بدلتم المجهود ورياضة في النهاية في واحد كسبان واحد خسران وفي روحة رياضية نحن نتقبل النتيجة يعني بس حبيت أشكر الأخ عبد الرحمن محمد من هيئة الصحة أن بارحة أحصل شوية مشكلة في السباق بنت من دارة اقتصادية اتعلقت فوق هذا وصار عبد الرحمن فتشل هذا الشبك اللي في ريلا وهذا الحمد لله كان مبادرة جيدة منه ورغم من النقاذ الموجودين بس الحمد لله أنقذ البنت يعني الحمد لله نقول له شكرا عبد الرحمن شكرا عبد الرحمن شكرا صراحة هذا يبرز يعني أن روحة رياضية في المكان يعني ما بخلي الواحد يعني مبعد عشان أفوز يعني بالعكس أنا بساعد حتى المنافسين اليو ياي موجودين على نفس المكان طبع 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 لأن هذه هي روحة رياضية وصابات فيه كثيرة لازم يكون تكون يعني بارها كان صابات بسيطة يعني حد ركبة حد أنكل وخاذه لازم هاي الصابات موجودة البسيطة لصابات هذا وجوعة الأمن الموجودين والسلام الموجودين الحمد لله والتجهيز والتنظيم بعد يعني ما شاء الله كان لنا نشكرهم على تجهيزهم على هذا دارة مكتب التنفيذي نقولهم مشكورين بعد على تجهيزهم للمسابقة يعني الحمد لله الحمد لله أستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية وبرامج المجتمع في هيئة الصحابة دبي شكرا لك مشكورين نتمنى التوفيق اليوم إن شاء الله لفريق الهيئة إن شاء الله اليوم في الألعاب الحكومية وللفرق بعد الثانية اللي بكونون وياهم مستمعين العزاء وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة للجميع أشكر طاقة من العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد في التنسيق مير المري وفي الإخراج عيسى سبيل شكرا جميعا ومعاكم اليوم دكتور عاش البسطي نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد وإجازة سعيدة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي